الحمد لله رب العالمين وسلام الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وسلام الله عليهم أجمعين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أرسلنا رسلنا بالبينات والبينات هنا أي المعجزات فكل نبي له معجزة وأكثر الأنبياء معجزات هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والمعجزة أمر خارق للعادة يعني عادة هذا الأمر لا يحصل ولا يقع لآحاد الناس ولعامة الناس إنما هو للأنبياء إذن المعجزة أمر خارق للعادة يظهر على يد النبي سالم من المعارضة بالمثل صالح للتحدي فأعداء النبي لو اجتمعوا ولو كانوا مئات الآلاف لو كانوا مئات الآلاف لا يستطيعون أن يأتوا بمثل ما أتى به هذا النبي ونحن نتكلم عن معجزة باهرة عن معجزة عظيمة من معجزات سيدنا محمد وهي معجزة الإسراء التي قال العلماء من أنكرها فقد كذب القرآن ومن كذب القرآن فليس من المسلمين ومما حصل في الإسراء والإسراء كان في الأرض على البراق أنه صلى الله عليه وسلم رأى أمورا في هذه الرحلة العظيمة المباركة وهنا الله تعالى أراه أمثلة عما سيكون في القيامة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رأى هذه الأمور كان في الدنيا كان في الإسراء في الأرض والله لا يعجزه شيء الله خلق له أمثلة عما يكون فرآهم الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض الأشياء التي رآها الرسول هي موجودة ومما حصل معه في الإسراء أنه صلى الله عليه وسلم رأى الدنيا بهيئة عجوز فإن قيل كيف رآها بهيئة عجوز فيقال الله الذي لا يعجزه شيء صورها بهيئة عجوز بقدرته سبحانه فرآها الرسول وهذا دليل على أن ما مضى من الدنيا أكثر مما بقي لها وربنا قال في القرآن قل متاع الدنيا قليل فينبغي أن نتعظ وأن نعتبر وأن لا نغرق في هذه الدنيا وأن نستعد للآخرة قبل فوات الأوان فالدنيا مزرعة الآخرة غدا توفى النفوس ما كسبت ويحصد الزارعون ما زرعوا إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما صنعوا إذن علينا أن نحذر لأن الدنيا فتانة فمن استرسل في طلبها ونسي الآخرة فقد أهلك نفسه لأن الله قال في القرآن الكريم وللآخرة خير لك من الأولى والدنيا خائنة كذابة تضحك على أهلها من مال إليها بلي فيها ومن مال عنها سلم منها هي كالحية لين لمسها قاتل سمها لذاتها سريعة الزوال وأيامها تمضي كالخيال فاشتغل فيها بتقوى الله ولا تغفل عن محاسبة نفسك حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم وتزينوا ليوم العرض الأكبر يوم لا تخفى منكم خافية طوبى لمن أرضى ربه قبل أن يلقاه وبنى قبره قبل أن يدخله قبورنا تبنى وما تبنى يا ليتنا تبنى من الزنوب والمعاصي والآثام قبل أن تبنى لنا القبور كم من قبر يزار وصاحبه في النار هنيئا لمن بنى قبره قبل أن يفاجأ بالموت يروى أن أميرا من الأمراء خرج في موكب إمارته وفي الطريق بسبب الازدحام تطاير الغبار وارتفع ووصل إلى الأمير فتضايق وجعل بيده يدفع الغبار عن نفسه رآه غلام في الطريق فقال الغلام يا أمير تضايقت من الغبار قال الأمير نعم يا غلام فقال الغلام للأمير فكيف بك يا أمير إذا أهيل عليك التراب فبكى الأمير وقال يا غلام لماذا نكره الموت قال تكرهون الموت لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم والنفس تكره الانتقال من العمار إلى الخراب فالبيت الحقيقي الذي يستحق أن يعمر وأن يعمل له هو القبر لا القصر ختم الله لي ولكم بكامل الإيمان والحمد لله رب العالمين